المناسبة كما تعلمون دنيا أن نحن في الكويت توفي قبل أيام أمير الكويت الشيخ نواف رحمه الله تعالى وقف الله له تولى إمارة الكويت أمير الكويت الشيخ مشعل وفق الله وسدده وأبقاه على طاعته وعانه على المسؤولين لما تولى الشيخ مشعل رحمه الله عليه خرجت أصوات يقول ما في شيء اسمه سمع وطاعة هذا مسلم الذي يقول ما في شيء اسمه طاعة يقول نحن بلد بستور وهذا شيء قديم وأكرعه الدهر وشرب وكتب مقالات وتغريدات إيش سمع وطاعة وإيش بيعه العجيب أنني سمعت كلمة تداولت قالها الأمير نفسه قال أنه كان يتحفظ عن بعض القرارات قبل وفاة الأمير السابق قال ولكن كنت أسكت لماذا؟ قال بالسمع وطاعة يعني أميرنا نفسه الله وفقه لكل خير يسعدنا وإياه أميرنا نفسه كان يش يقول قبل فترة كنت أسمع وطيع ويأتي هؤلاء يقول ما في شيء يسمعه سمع وطاعة أصلا لماذا اسمه أمير لماذا يلقب بأمير لأنه يأمر وإذا كان يأمر ولا يطاع إذا لماذا يأمر هذا كلام باطل الذي يقول هذا الكلام إما على فكر لبرالي وعلماني ناس منسلقين من الدين لا يؤمن حتى في القرآن وإن كان مع جلدتنا يوجد إن الله جل وعلا ذكر هذا في كتابه هذا في القرآن ما قاله فيه واحد جامي لا ما فيه جريس في جامي هذا في القرآن هذا دين الله قال جل وعلا في الكتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمن منكم قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قال اسمع واطع تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وعظ موعظة بليغة ذروت منها العيون ووجت منها القلوب قال يا رسول الله كأنها موعظة مودع يعني كنا كلامك هذا أيامك لخير أوصينا قبل أن يودع الدنيا فقال صلوات ربي وسلامه عليه أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة رحمة بنا إذا كنا بلا سمع ولا طاعة لا آمر ولا مأمور تذهب ماذا الدين ولا الدنيانا يذهب الدين والدنيانا ما يقول أحد ما في سمع وطاعة ما عندنا شيء إلا هذا واحد إما لا يؤمن بالقرآن أو أنه منحرف تكفيري على عقائد باطلة أو أنه يعتقد شيء آخر غير الإسلام في واحد يطاع يخرج آخر الزمان أما المسلم الذي شهد الله إلى الله ورحمة الله تبع كتاب والسنة الأدلة ظاهر ولا تصلح أصلا أحوال الناس إلا بالسمع والطاعة والسمع والطاعة هذه يقول شيء آخر إنما هي في الحقيقة طاعة مكلوق لخالقه لا تسمع وتطيع لذات هذا الشخص أو هذا الأمير وإن الله أمرك بذلك لأن الله أمرك بذلك فإذا أطعته طاعت لله عز وجل يعني نظير هذا ماذا يا أخوان كما لو أن إنسان أبتلي بوالدين يدعوان إلى الشرك إلى هذا الدرج فيجاهدنا الجهاد أن نشرك بالله ماذا أمر الله عز وجل قال وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك في علم فلا تطعهما ها وصاحبهما كيف الصاحبه هو مشرك ويضربني ويجبرني على الشرك لأن صاحبت بالمعروف أنت ماذا تفعل هو لا يستهد مشرك ويجبرك على الشرك هذا الأب هو لا يستحق ذلك لكن لماذا لأنه مصاحب معروف أن أمتثل أمر من أمر الله عز وجل وذلك علم السلم سعر الطاعة فيما أحب وفيما كره وهذه الطاعة مقيدة ليست مطلقة مقيدة بماذا ما لم يأمر بمعصي فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة مفلو بمعصية الخالق واللي يقولك هؤلاء يكون طاعة مطلقة كذابون يعني تقولهم بكل صراحة هي طاعة مقيدة ما لم يأمر بمعصية يقولون طاعة مطلقة ليست مطلقة إنما هي مقيدة والدليل قال جل وعلي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لم يقل وأطيعوا الأمر قال وأري الأمر منكم فطاعة الله على إطلاقها خالقنا يأمرنا سمعنا وطعنا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على إطلاقها لأن الله يقول من يطيع الرسول فقد طاعة الله قال وأري الأمر منكم لأن طاعة مقيدة ما لم يأمر بمعصية الله الرسول لا يأمرنا بالمعصية قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل أمر ربي بالقصد بقي المخلوق سواء كان ولي أمره وغيره ممكن يأمر بشيء وقال كتاب السنة فلا يسمع له ولا يطاعة فهذه الطرح اللي يطرح بين مقالات والتغريدات ما في شيء اسمه سنعطاعة بل في شيء اسمه سنعطاعة في القرآن والسنة ولا تصلح أمورنا إلا بهم وهذا ما أمر الله عز به ورسوله واحد من هؤلاء الدكاترة على فكر التكفيري منحرف ظالم مضل يقول لو قرأت القرآن ما تجد يعني الأمر بسماع والأمر إلا آية واحدة طيب واذا آية واحدة أليست كلام الله عز وجل أليست أمر الله عز وجل كثير من الأحكام ما فيها إلا آية واحدة هكذا لو بالصوت بالصورة يقول لا تغلق ما في إلا آية واحدة كيف يعني يعني آية واحدة ما هي كافية وفيها حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقد بابا كامل لها الإمام مسلم في صحيحها على كل حال الذي نؤكد أننا على السمع والطاعة فيما أحببنا وما كرهنا فيما انشطنا وقوتنا وضعفنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وأن هذا من دين الله عز وجل وهذا مما أمر الله جل وعلا وآمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يشوش على هذا إلا ظالم وضل إما كافر بالله لا دين له إما على مذهب الإبرالية أو العلمانية أو أنه ظالم وضل على عقائد المنحرفين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والإباضية ونحوه أما المسلم السني الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسعه إلا أن يقول بما قال الله عز وجل قال جل وعلي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤل الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المر السمع والطاعة وقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة نعم